السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من سلسلة الإنجليزية تحت الصفر بهذه الحلقة رح ندرس مع بعض أفراد العائلة خلونا نبلش كلمة عائلة أو أسرة بتعني وفي كتير أشخاص منكم بيبينوا حرف الإي وبيلفظوها ولكن اللفظ الصحيح هو هلأ الجد والد الوالد أو والد الوالدة منقلوا Grandfather 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 وممكن كمان تلاقوا ناس بيلفظوه من دون حرف D يعني دغري بيقولوا Grandfather 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 وهيك صح كمان وأيضا في طريقة تاني حتى نقول Grandfather ممكن نختصرها ونقول Grandpa 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 أما الجدة اللي هي والدة الأب أو والدة الأم فمنقلة Grandmother 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 وممكن كمان شي الحرف D ونقلها Grandmother Grandmother وممكن أيضا نقول للجدة Grandma 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 طيب هلأ إذا نحن عم نقول إنه الجد والجدة مع بعض من دون ما نقول مثلا إنه Grandfather والgrandmother بكلمة وحدة فينا نقول Grandparents 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 فوقت ما نسمع كلمة Grandparents مع S نقصد فيها الجد والجدة بينما لما منسمع كلمة Grandparent Grandparent من دون S فهون بنعني فيها أو الجد أو الجدة ما منكون محاددين يعني كلمة Grandparent ما بتوضح إذا عم نحكي عن الجد أو الجدة يعني هي أحد الجدين هلأ أخلصنا من الجد والجدة منجل عند الأب والأم أو الوالد والوالدة الأب منقله Father 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 وفي عنا كلمة تانية يعني هيك بيعبروا أكتر عن الأرب بالنسبة للأب اللي هني Dad أو Daddy Dad Dad أو Daddy Daddy وهو دي رح تلاقيوا أكتر شيء الأطفال بيستخدموهن من دون ما يقولوا كلمة Father بيقولوا Dad أو Daddy أما الأم فمن إلا Mother 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 وممكن كمان إذا منا ندلعها شوائن إلا Mom Mom أو Mommy 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 أو كمان Mama 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 طيب هلأ إحنا عنا بالعربي كلمة خال كلمة عم كلمة زوج الخالة وزوجة العم هو دي كلهم بالإنجلش منقولهم بكلمة وحدة اللي هي Uncle 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 كلمة Uncle ما منقولها Uncle لأنه بتصير كلمة تاني منقولها Uncle Uncle حرف الأن بيطلع تقريبا من الأنف Uncle Uncle ونفس الشي بالعربي نحنا عنا خالة كلمة عم زوجة الخال وزوجة العم بالإنجلش قلهم كلمة وحدة اللي هي Ant 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 منجي لكلمة Cousin 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 هيدا الكلمة إلى معاني كتير بتعني ابن الخال أو ابن العم أو ابن الخالة أو ابن العم وممكن كمان تكون بنت الخالة أو بنت الخال أو بنت العم أو ابنة العم فكل هو دي بيعنوا Cousin 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 إذا عم نحكي عن أي شخص من هو منقله Cousin Cousin أما كلمة أخت فبتعني Sister أخت Sister 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 أما الأخ فهو Brother 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 أما الزوج فبيعني Husband 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 والزوجة هي wife 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 هلأ عنا ابن الأخ أو ابن الأخت بنقل له nephew 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 هون حرف ال-P وال-H بنلفظه F F nephew 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 أما ابنة الأخ أو ابنة الأخت منقله niece 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 طيب الابنة الابنة منقلة daughter 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 حرف T حرف T ممكن نلفظه T وممكن نلفظه D فينا نقول daughter daughter فينا نقول daughter 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 الابن منقل له son 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 طيب إذا نحن ما نقول أطفال منقول children 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 وهايد الكلمة بتعني أطفال صبيان أو بنات أو صبيان وبنات مع بعض هيد الجمع أطفال children 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 وأطفال كمان إلى معنى تاني ممكن نقول kids 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 ولكن تبقى كلمة children هي أكثر تستخدم يعني بالحالات الرسمية أكثر من كلمة kids وطبعا إذا عم نحكي عن طفل واحد مش محاددين إذا هو صبي أو بنت مهم كلمة طفل بتعني kid 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 أكيد kid هي مفرد كلمة kids طيب إذا نحن ما ناخد مفرد كلمة children هي child child هلأ أمنجي لكلمة حفيد حفيد بتعني grandson أما الحفيدة اللي هي ابنة الإبن أو ابنة البنت من إلا granddaughter 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 فينا نقلها كمان granddaughter granddaughter يعني نقل بحرفة D T لدي daughter granddaughter طيب هلأ إذا نحن عم نحكي عن كل الأحفاد مجموعين مع بعض ذكور أو إناث أو ذكور وإناث منقل لهم grandchildren 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 وطبعا هون لما نحن نوصلها مع بعض كلمة grand كلمة children حرف D اللي بكلمة grand تقريبا بيقلب على T بتصير grandchildren 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 أما مفرد كلمة grandchildren فهي grand child grand child grand child وهيد الكلمة grand child ما رح نقدر نحدد من خلالها أنه هيدا الحفيد هو ذكر أو أنثى لأنه هي بتمشي لتنين grand child grand child تعني حفيد حفيد ممكن يكون ذكر ممكن تكون أنثى طيب أصدقائي مثل ما بنعرف أنه في كتير تشعوبات لشجرة العيلة وفي كتير أسماء للأقارب غير هود اللي ذكرناهم بهذه الحلقة ولكن أنا حاولت أدمى فيي أني جمع أكتر أسماء أو أكتر مفردات من استخدمهم بحياتنا اليومية هلأ أبودعكم على أمل أني شوفكم بحلقة جديدة ودرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته